وبمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018 عد لنا الزميل محمد عثمان بشير تقرير هذا التقرير حول أهمية التربية والتعليم والتحديات التي تواجهها المدرسة الجادية إن العام الدراسي 2017-2018 بدأ لتوه رسمياً وفعلياً في ميادينه الخاصة بمختلف مدارسنا العامة والخاصة وعلى مستوى البلاد إن العام الدراسي لهذا العام لم تكن كسابقته الذي بدأ بالتأخير نتيجة لمختلف المشكلات التي حالت سبباً في ذلك حيث كانت البلاد تعاني حينها من أزمة اقتصادية ضربت الاقتصاد القومي بصورة لم تكن في الحسبان كل ذلك وأخرى تركت تحديات جمع على المعنيين في القطاع التربوي ومن ناحية أخرى فإن الحكومة أخذت في الاعتبار هذه القضية المهمة ووضعتها في الحسبان بل كانت قضية التربية أخذت ضمن أولويات جدول أعمال الحكومة حينها كان فعلياً نحاية العام الدراسي المنصرم عام خير وتوفيق لكل من له اهتمام بقطاع التربية والتعليم الحكومة تشادية ممثلة في وزارتها المعنيتين بقطاع التربية والتعليم وضعت في هذا العام الدراسي حلولاً لجميع المشكلات المتعلقة بعرقلة سير العملية التعليمية وعبر اللجنة الثلاثية المختصة بالحوار كان الأمر سهلاً لإيجاد ما يمكن إيجاده من حلول ناجعة وكان الأمر كما أريد وبات الموظفون يتقاضون رواتبهم بشكل مستمر وفي وقتها المحدد خطوة تبعتها خطوات عدة بهدف تنظيف وإصلاح الوظيفة العامة التي بات كياناً لكل من هبى ودبى ليأتي ويسترزق منها دون أي مؤهلات قانونية الحكومة شرعت القيام في تنظيف وإصلاح هذا القطاع عبر بوابة الأعملون في قطاع التربية والتعليم أولاً وقبل غيرهم ذلك من أجل جعل هذا القطاع يسير بناء على ما تم التخطيط له مسبقاً من قبل الحكومة عبر توجيهات قائدها رأس الدولة إدريس ديبي إتنون وقامت الجهات المعنية خلال تلك التحقيقات بإجراء إحصائيات ورقابة شاملة حتى تمكنت من خلالها فصل أكثر من أربعمية من جعلوا أنفسهم معلمون ومعلمات وسلكوا مسلكاً لمهنة تدريس كوسيلة للاسترزاق على هساب تربية وتعليم الأجيال المقبلة إن قطاع التعليم في شاد ومراعاة لما قامت به الحكومة من بناء مدارس حديثة ومناهج يتماشى مع هذا العصر الذي يضع التكنولوجيا المعلوماتية كأساس للتقدم والنحضة المطلوبة في مدارسنا العامة والخاصة وإستناداً لتوجيهات قائد سفينة النحضة والتنمية إدريس ديبي إتنو قررت على أن تكون مدارسنا تعمل على تربية وتعليم الأجيال بناء على نظام التعليمي الحديث الذي يقوم على أساس المجانية في التعليم لكل مواطن لكن الرسوم الرمزية التي وضعها مسؤولي المدارس عند تسجيل كل طالب أو تلميذ باتت تعيق عملية التعليم بشكل تدريجي ومن المستحسن أن تتدخل السلطات المعنية بالتربية في علاج هذا الأمر قبل تفخمه موضوع آخر بات يسبب صداعاً على الرؤوس وهي الإدارة المدرسية التي غالباً ما تكون متساهلة مع من يتلعبون بمهنة تدريس كالمعلمين الذين يتسيبون عن أداء واجبهم المهني في تربية وتعليم طلاب وتلميذ دون عذر أو غياب مسموح حسب الأعراف الإدارية أو على سبيل المثال كعدم التحضير الجيد للأستاذ ما يكون سبباً في صعوبة واستحالة توصيل المعلومات للطالب أو التلميذ بصورة المطلوبة لتكون النتيجة الأخيرة لهذه العملية تدني مستوى الطالب وهذا العمر يدريكه الجميع بأنه لا ولن يتماشى مع أخلاقيات المهنة التي تقتضي أن يكون المعلم المسؤول الأول والأخير في تكوين جيل له القدرة على تسير البلاد والتمسك بزمام أمور الدولة إذن على المعلمين الشعور بالمسؤولية والاستفادة من مقولة الشاعر أحمد شوقي الذي يقول في أبيات قصاعده وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق وبهذا التقرير ننهي النشر الرئيسي تقبل تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار في أمان الله